السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم اليوم سوف نوجد معكم نكهات الحامض او الليمون كما تشوفو هنا الحامض والسكر هما هاد المكونات سوف نحتاج به هاد النكهة بما ان هنا في موسم موجود فيها الحامض او الليمون هاد النكهة كتنفعنا في الحلوى كنستعملها في الحلوى كنستعملها في الحلوى كنستعملها في العاصر ديال الحامض او الليمون وانا كنحتفظ بها في المجمد وقبل ما ندوزوا الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الزر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وتتقسموا الوصفات مع الاصدقاء ديالكم ومع الاحباب والعائلة وهذه هي الوصفة من هذا النهار ندوزوا بسم الله على بركة الله نبدأ بحضر الوصفة سوف نحتاج الحكاكة وصحم سوف نضيفها وحضر المحضر في هذا النهار منذ حمضة نضيفها بحضر المحضر وسوف نضيفها نضيفها قشرة الصفرة نحاول أن نصل إلى القشرة التي تكون مرة كثيرا نضغي الصفرة نستمر في القشرة الحامض نعود إلى القشرة الحامض نكتشفها ونستمر في القشرة الحامض حمض أو الليمون سوف تشوفه معي تهوه تهوه نيت نحتفظ به في المجمد يبقى غزال خلط القشر الحمض أو الليمون مع السكر سوف نتحن وهذا ما استعملت في حلوة طبقات هذه النكهة نحتفظ بالنكهات نعدل البرتقال و نعدل الحمض أو الليمون نعملهم دائما في القنينة الزجاجية و نحتفظ بهم في الكونجيلاتور أو الفريقو و الوقت اللي حتاجتهم كان نجبد القنينة و نجبد الكمية اللي حتاجت و نرجعها قد تكون ترجعها بسرعة في الثلاجة أو الزربة نتخليها شي محطوطة كتجبدوا في اخر لحظة كتجبدوا الكمية اللي بغيتوا وترجعوها باشكي بقادمة مزيان سوف نطحنه قليلا بقليلا قد تحرقها قد تشبه يتصنع قد ترسل قسط الحمض مع السكر سوف نقوم بتضحان الوصف سوف نقوم بتضحان الوصف حيث انزل ما بقىش مملؤ كبيرة اضع اشترك نجد قننة الزجاجية تكون مغسولة بالماء طائب و مقطرة من الماء لا يوجد ممسوحة سوف نضع هذه النكهة سوف نضع هذه النكهة سوف نضع هذه النكهة سوف نضع هذه النكهة سوف نضع الماء لذلك السكر يضب و نتمنى الوصفة تجربتكم و تجربتكم و مع السلامة في وصفة مقبلة سوف نضع ، نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع